موسيقى نشرة أخبار ثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعنوية تسجيل 25 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجدة ليرتفع العدد الجملي إلى 114 حالة مؤكدة وفق وزارة الصحة موسيقى متابعة إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا وخاصة توفير المستزمات الحياتية للمواطنين محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة موسيقى وقوات الجيش الوطني تنتشر في كامل تراب الجمهورية لضمان الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل وتطبيق القانون موسيقى تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 124 تحليلا مخبريا ليصبح بذلك العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 114 حالة 25 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها إثر إجراء 124 تحليلا مخبريا ليصير إجمالي الحالات المصابة بهذا الفيروس 114 حالة موكدة منها أربع وسبعون وافدة وتسع وثلاثون محلية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الوزارة قالت إن الحالات المصابة بالفيروس تتوزع على 17 ولاية وهي تونس ب32 حالة وإريانة ب22 حالة وبن عروس ب12 حالة وبدنين وتطوين وسوسة ب6 حالات والمونستير ب7 حالات واسفاقس وكبلي ب5 حالات والمهدية وبن زرط ب3 حالات والقيروان حالتان ونابل وزغوان وجفسة وجابس ومنوبة بحالة واحدة وزارة الصحة وضحت أنه في إطار المتابع الحيني للوفدين تم إلى حد الآن إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي 5038 منهم أتم فترة المراقبة الصحية فيما لا يزال 10514 تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية الوزارة التي أضافت أن حالة واحدة قد شفيت وتم إيواء 11 حالة بالمستشفى فيما بلغ عدد الوفاية ثلاث حالات شددت في ذات السياق على ضرورة الالتزام بقواعد المظافة والسلامة الصحية معولة على وعي المواطنين الدقيق للتحلي بالمسؤولية الجمعية والالتزام بالحجر الصحي ذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد أكد المدير الجهوي للصحة بسفاقس علي العياد في تصريح أعلمي ثبوت إصابة المواطن المقيم بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعية الحبيب بورغيبة بفيروس كورونا بعد أن وردت على الإدارة الجهوية نتيجة التحليل من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمسجدة وأوضح المصدر ذاته أنه بمجرد ورود المعطيات القطعية حول إصابة هذا المواطن البالغ من العمر 40 عاما بالمرضة تمت المسارعة باتخاذ الإجراءات الضرورية هو المواطن هذا جاء للقسم الاستجالي في حالة حرجة بذيق تنفس حاد وقد تفكف به بصيفة مباشرة في قسم الإنعاش وعند ذلك وقع تشخيص ممكن لإصابته بالكورونا وقع أخذ العينات وجاءت العينات إيجابية من المخبر المرجعي ولذلك تم عزله وقمنا من صباح اليوم بتعقيم المستشفى كاملا مع وضع إطار الطبي وشبه الطبي في العزل الذاتي منهم في المنزل ومنهم في نزل مخصص لهذا الغرف تناول اللقاء الذي جمع اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة لياس الفخفاخ متبعة الإجراءات التي اقتضى الوضع الراهن اتخاذها لتوقي من انتشار فيروس كورونا كما شدد رئيس الدولة على وشوب توفير المستلزمات الضرورية الحياتية للمواطنين مؤكدا على أهمية احترام تونسيين وتونسيات لإجراءات الحجر الصحية والالتزام بكل الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من هذا الوباء والحد من انتشاره وسعيا من السلطات لتطبيق الإجراءات وتدبير الرامية إلى التوقي من فيروس كورونا وتفادي انتشاره انتشرت قوة اللاجيش الوطني في كامل تراب الجمهورية لدعوة المتساكنين إلى الامتثال لقرار الحجر الصحية الشامل وتطبيق القانون تطبيق القرار الرئاسي الخاص بمنع التجمعات في الشوارع والطرقات انتشرت قوات الجيش الوطني في كامل تراب الجمهورية لدعوة المتساكنين إلى الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل وملازمة بيوتهم والخروج منها إلا عند الضرورة القصوى وتجنب التنقلات غير المبررة وذلك في سعي من السلطات لتطبيق الإجراءات والتدابير الرامية إلى التوقي من فيروس كورونا وتفادي انتشاره وتكثفت اليوم بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد نشر عدد أكبر من القوات العسكرية الدوريات وأصبح الانتشار العسكري على مدار اليوم لمعاضدة الجهد الأمني في تطبيق الحجر الصحي العام وتم وضع نقاط مشتركة بين المؤسستين العسكرية والأمنية في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق التي ستنتشر فيها قوات عسكرية فقط بغاية الحفاظ على الأمن ومقاومة كل التجاوزات واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها كما تم إضافة الانتشار العسكري الميداني القيام بطلعات جوية على مدار الساعة بكل من تونس الكبرى وبنزرط وصفاقص وجابس وبنجردان وجربا والتي ستمتد على فترة الحجر الصحي العام ودعما لهذه المجهودات ولمزيد التنصيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية عقدت جلسة عمل بين الوزارتي بحضور قيادات عليا تناولت مسألة مزيد تفعيل الجهود المشتركة لفرض سلطة القانون وتطبيق إجراءات الحجر الصحي العام في إطار الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستشد ويحضر معنا في الأستوديو وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي سيد الوزير أهلا بك في البداية لو تحدثنا عن حجم القوات العسكرية التي انتشرت لتأمين الحجر الصحي شكرا على الاستضافة في الواقع تدخل الجيش الوطني كان انتلق يوم أمس بانتشار عدد كبير من الجنود والقيام بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن الداخلي وأيضا بدوريات عسكرية مستقلة البارح بلغ عدد الدوريات قرابة 300 دورية اليوم رفعنا في النسق أكثر وبلغ عدد الدوريات اليوم حدود 430 دورية يعني بنسقته سعودي بنسقته سعودي وشملت كل مناطق الجمهورية انتلاقا من تونس الكبرى للشمال الوسط الجنود نعم إذن كيف ستتم عملية تأمين احترام الحجر الصحي عملية التأمين وفرض احترام الحجر الصحي تتم من جهة بالتنسيق مع وحدات قوات الأمن الداخلي من خلال قيام بدوريات مشتركة ومن جهة من خلال قيام بدوريات عسكرية مستقلة في المناطق والأرياف والمناطق التي تبعيدة على المناطق العمراني هذي كما قلت لك يعني طريقة التواصل مع المواطنين كيف ستكون؟ طريقة مباشرة هي يعني احنا سواء موجودين لتدعيم وإسناد قوات الأمن أو بصفة مستقلة وما تتم من خلال دعوة المواطنين مباشرة إلى احترام إجراءات الحجر الصحي دعوتهم إلى ملازمة بيوتهم تفريق كل تجمع يمكن أن يعترض القوات العسكرية وأيضا إيقاف إذا استلزم الأمر المخالفين ولا الناس اللي تم تناع عن احترام إجراءات هذه نعم نحن قمنا حتى باستطلاعات جوية من خلال عمليات تمشيط قامت بها المروحيات ولمراقبتها لأنه هناك تجمعات على هل هناك وسائل حديثة ربما تستعملونها في المراقبة ربما في مراقبة احترام الحجر الصحي هو وسائل هي دورية دورية عسكرية بالتباعة الحال فما كما قلت لك تنسيق متواصل مع قاعدة عمليات شاهدنا تقريبا في وزارة الداخلية استعمال لربما وسائل حديثة يعني الجيش أكيد عنده أكيد أكيد وفما بالتباعة الحال هذه الكرة يتم بالتنسيق مع القاعات العمليات الموجودة على المستوى المؤسسة العسكرية بثلاثة جيوش جيش البر وجيش البحر وجيش الجو وكما قلت لك هذه الكلو معناتها من أجل فرض احترام الإجراءات هذه اللي نرجع من قول راهي في صالح المواطن واللي هي راهي الوسيلة الأساسية لحماية بلادنا ولحماية الناس كل من تدعيات حسنة والخطيرة حسيرة اليوم الأول كانت جيدة في الالتزام ربما حسيرة اليوم هو الثاني اليوم وأعتقد أنه فما تحسن كبير مقارنة بيوم أمس وهذا معناتها تحسن المسناه اليوم من خلال معناتها القبول جيد لانتشار الجيش من قبل جميع المواطنين نعم أيضا رئيس الجمهورية تحدث عن قيام قوات الأمن والجيش الوطنيين بتأمين المساعدات التي ستجمع في المدارس هل انطلقت هذه العملية؟ هو في الواقع العملية هذه مرتبطة بتنسيق وتعاون أيضا مع مصالح وزارة التجارة نحن على مستوى القوات العسكرية متعهدين بإسناد السلطات المدنية في جميع الإجراءات المتخذة قاعدين أيضا أن أمنوا في المناطق القطاعات الحساسة والمنشآت الحساسة بما فيها المطاحن ومسالك التوزيع عبرنا على استعداد الجيش الوطني التام لتأمين هذه المناطق ولتأمين مسالك التوزيع مش متصيرش حتى على قدر حتى أدنى افترابات أو تجمعات غير مرغوب فيها وهذا الكله بطبيعة الحال هذا يشمل المدن والأرياف طبعا بطبيعة الحال والجيشنا معنا مستعد معنا أتم الاستعداد لجميع الاحتمالات المناطق سؤال الأخير سيد الوزير نتحدث هنا طبعا نحن نعيش في حالة أزمة وتعاضد جميع الجهود دور الطب العسكري في مقاومتها دور الطب العسكري هو الدور أساسي نحن على مستوى الإدارة العامة للصحة العسكرية اتخذنا جميع الإجراءات من أجل تهيئة الفضائيات المناسبة على مستوى المستشفى العسكري في تونس ومستشفياتنا العسكرية في بنزرت وفي جبس قمنا بحملات تحسيسية وتوعوية كبيرة لفائدة الجنود لأننا نعرف أن جنودنا يعيشوا في تجمعات واللي كونوا معناتها لابد من تفقيفهم وتوعيتهم ولابد من تعليمهم الأساليب واحترام القواعد معتها الصحية اللازمة قمنا أيضا بتوفير عدد من الهام وكافي من الكمامات ومن الوسائل اللي من شأنها مش تعزز بتبيع الحماية هذه وتقعد كما قلت لك معناتها الجيش الوطني مستعد إن شاء الله لتطورات أخرى واللي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقوله معناتها تكون في حجم معناتها معقول تجاوز المحنة هذه بأخف الأضرار الممكن نحن نتمنى أن نتطور نحو الأفضل إن شاء الله ينزح هذا الغم عن البشارية أكيد لكن هذا أيضا كما قلت لك مرتبط بدرجة كبيرة بدرجة الوعي المواطن بدرجة مسؤوليته لأنه هنا رانا نمر بظرف ختير وظرف صعيب يسر على البلاد الكل الناس وكل تشوف فيها مجندة من أجل معناتها المحافظة على بلادنا على أمن بلادنا كل واحد من الموقع المتعورة وعنده دور وعنده مسؤولية الجيش صحيح قاعد يقوم بالدور متاعه قوات الأمن قاعدة تقوم بالدورها للأطباء والدور الكبير للمواطن في احترام الإجراءات الناس ولكن أيضا فعلا المنظمات المجتمع المدني عندها دور بشتكون بها الإعلام عنده دور في التثقيف والتوعي المتواصل وخاصة المواطن اللي لابد أن يكون مسؤول وأنه يحمي نفسه يحمي عيلته ويلتزم بجميع الإجراءات المقرة في هذا الصدد نعم شكرا لك وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي على كل هذه التفاصيل نواصل المشاهدين الكرام يعمد البعض من المواطنين إلى كسر الحظر الصحي الشامل ما جعل قوات الأمن تتدخل لفرض القانون جولة في تونس العاصمة للوقوف على مدى احترام تطبيق القانون وتأقلم المواطن مع هذه القرارات نتبع الناس كل تدير رجع بكيفة المواطنين تدير إنها الدعوات لملازمة المنازل دعوات تحذيرية قبل تطبيق القانون على من لا يحترمون قرارات الحجر الصحي الشامل تحرير للمخالفات وسحب لرخص السياقة إلى البطاقات الرمادية للسيارات هذا ما يعكف على ترصيخه أعوان الأمن في حملات تجوب الشوارع والأنهجة وحتى الأزقة البعض الآخر والذين احترموا هذه القرارات فيحرصون على شراء مستلزماتهم الأساسية ثم العودة سريعا إلى المنازل نمشي إلى العطانيق في قضية الدار والروح والأكهو أي معنا ونمشي هذه خوضها موسل واحد ركش في الدويرة ورايف مصلحته مصلحته لاده ومصلحت الشعب كامل بط على الأساس بش من النشب الشهر يمتعي من البنك بعض المحلات الصغيرة والمساحات التجارية ظلت مفتوحة مع فضي عدد من الإجراءات على غرار احترام من المسافة الاجتماعية بالإضافة إلى التقليص من عدد الحلفاء داخلها أما البعض الآخر فقد خير الإغلاق مما جعل المواطنين يمتعيذون من شحي السلعة إن شاء الله وحايا البلد فارغة هكترا فارغة جو الصباح معناها نكملوا مذه الساعة والروح وكهو ملكا رهب الخدمة ديما للدار وكهو وكيف تقضي قضياتك؟ والله جيست حاجة خفيفة سكر الجملة معاشي نجم واحد يشري لا أول حاجة زادوا فرسويب خلي الشعب يعاني وزوال يقعد مسكين في العفز القضيات كلها موجود كل موجود أعطينا برك الله فلا وكهو تقضي صحيح هي الحكاية هذه ما نش متعود بها تونسي هي الحكاية من الأول صحيح بعد بشوية تلقى سيلة الحكاية مع الوضع هذه تلقى سيلة الحكاية وضع ضرفي عام يستوجب الالتزام بقوانين الدولة إلى غاية القضاء على هذا الفيروس أو إيجاد علاجا لهذا الوباء إذن الحجر الصحي الشامل إجراء وقائي لحماية الصحة العامة إجراء التزم به عدد كبير من العائلات التونسية وتغيرت معه عاداتهم اليومية كاميرا الأخبار زارت إحدى العائلات التونسية ورصدت أجواء الحجر الصحي وأهميته في المحافظة على صحتهم وصحة الآخرين نتبع بعد الانتهاء من قضاء بعض المستلزمات المنزلية أغلق باب المنزل احتراما للحجر الصحي الشامل وتوقيا من العدوى بفيروس كورونا إجراءات وقائية ضرورية قبل الدخول للبيت الحجر الصحي بالنسبة لهذه العائلة فرصة للالتزام والتأمل والتركيز أكثر في بعض الأمور مركز أكثر خاطر الوقت يخليني فبتا بيكون على راحتي في داري كل حاجة مثلا حاجة تفسد ولا كده نلقى الوقت بيش نصلحها بنتي مثلا قلت لعت برواحك مزلت تقرى فليسي نكملوا البرنامج متاعنا نكملوا البرنامج متاع العام نكملوا في المواد الكل الحجر الصحي هو مناسبة أيضا للإبداع والخوض في مواضيع جديدة وهو أيضا مناسبة لتعلم الصبر والانضباط وفق محدثنا بعد عندي الوقت بتبيعه بش نرسم عندي الركز أكثر نبدع أكثر هذا الكل يخلي خطر قعد في الدار وقال هذا الكل ما هي فما حاجتين الإنسان يتعلموا في حياته أنا يمكن عندي منقبل هما الصبر والانضباط هما اللي لازمين في حالة حرب نحن تتعلموا معناها ضد عدو اللي هو ما تروش دور مهم تلعبه أيضا ربهة البيوت في هذه الفترة بين تأمين مستلزمات العائلة والإصغاء أكثر الأبناء ديق الوقت الآية ربما بش نتحدث معها في مواضيع بنتي بش نتحدث معها في مواضيع اللي ربما قد تناسيتو أو تجاهلتو تجاهلتو عنها لذيق الوقت الانضباط واحترام القوانين والالتزام بها عناصر مهمة للخروج من هذه الأزمة الأطباء وجهوا النصيحة راهم يخافوا عليه الأمن إذا قالوا له ابعد على البقعة وارجع على دارك راهم يخافوا عليه كيف كيف الدولة الكل بالرئيس بالوزارة بالأصحاب الإختصاص الكلهم يخافوا وإذا خفنا على بعضنا اتقوينا محاربة فيروس كورونا مسؤولية الجميع كل من موقعه من أجل هدف واحد الصحة للجميع وخلال هذه الفترة التي فرض فيها انتشار فيروس كورونا الحجر الصحي ووجوب البقاء في المنزل توتدت علاقة التونيسي بوسائل التواصل الاجتماعي سواء لمتابعة آخر المسجدات أو للتواصل الافتراضي في هذه الأيام أيام الحجر الصحي وإلزامية المطوث بالبيت تحولت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل إلى ملاذي أغلب التونيسيين للتخفيف من وطأة أوقات الفراغ وكسر روتين البقاء لساعات انتوال في المنزل كل شيء تليفون في الدار كونيكسيون ترنيت ونشوف العبادة شابتتش ما فهمها شيء جديد على الكورونا ترني أخبار أصحابي كونيكسيون كونيكسيون والفضاء الافتراضي بشكل عام معناه يصبح ملاذ للتونسي فضاء يعبر فيه على رأيه يعبر فيه على تضامنه شفنا الحملة متع شدارك متع الفيسبوك لكن في نفس الوقت معناه عندها كذلك المخلفات السلبية متعه خطر نشوفه كيف معناه لفاك نيوز نشوفه حملات متع الترهيب متع التخويف الأرقام المفزعة تداعيات سلبية وتأثيرات نفسية تهدد مدمني الفيسبوك في فترة لا تخل من ضغط نفسي وقلق يزداد مع ارتفاع منسوب تدفق الأخبار الزائفة والإشعات حسب تأتيد البعض النفسية تعبت معناه في التلفزة نسمى نفس الأخبار العالم كله تخل بعضه في الفيسبوك والإشعات خاصة معاش تفهم ولا العبد على العصابه حتى أنه ما تحب يشترك المختصون في مجال التنمية البشرية أكدوا من جهدهم أهمية التحليب الإيجابية في هذه الفترة الصعبة والتعامل بعقلية الانتقاء فيما يتعلق بكل ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي مناعة الحقيقية هي مناعة الأفكار متاعك كل ما ركزت على الهلعة والخوف إلا وزاد تركز القلق والاكتئاب داخل الأسرة خوضوا ما يمكن من معلومات تفيدنا في أننا نتجاوزوا الأزمة مش نرسخوها في ديارنا ونعديوها لصغيراتنا ماذا بينا نكونوا إيجابيين ماذا بينا كل واحد فينا يعاون الآخر حاجة ترفع المعنويات حاجة تساعد على أن نتحملوا نصبروا هالمرحلة هذية وفي انتظار استتمال فترة الحجر الصحي يواصل التونسيون تشبثهم بشاشات هواتفهم بين ترصد لآخر مستجدات فيروس تورونا والتواصل مع بعضهم البعض أشرف رئيس الحكومة ليس الفخفاخ بقصر الحكومة بالقصب على جلسة عمل بحضور وزير الصحة عبدالطيف المك وعدد من إطارات الوزارة وطلع رئيس الحكومة على تطور الوضعية الوبائية الحالية في تونس كما وقع استعراض الإشكاليات التي تواجهها وزارة الصحة على غرار باقية الوزارات في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها على ضوء قرار الحجر الصحي الشامل وعلى مدى تقدم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مجابهة وباء كورونا وأوصى رئيس الحكومة بالمناسبة بضرورة أحكام التنسيق بين جميع المتدخلين من أجل تحقيق مزيد من النجاعة كما تطرق رئيس الحكومة إلى ضرورة تدعيم دور وزارة الصحة على ضوء الوضع الجديد واستباقا لكافة الاحتمالات وذلك من خلال تفعيل اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث لمزيد توحيد الجهود في ظل قيادة موحدة للتوقي والتدخل تحت إشرافي رئيس الحكومة كما التقى رئيس الحكومة بعميد الأطباء سليم بن صالح ورئيس المجلس الوطني لعمدة أطباء الأسنان صالح الماجري ورئيس مجلس هيئة الصياد للشاد الفندري وقد أكد رئيس الحكومة خلال اللقاء على أهمية تضافر جهود القطاع العام والقطاع الخاص وكل الهياكل الطبية وشبه طبية من أجل التصدي لهذا الوباء المسجد مثمنا المجهودات التي يبدلها كل الفاعلين في القطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا وفي إنجاح الخطة الوطنية لمجابهة هذا الوباء كانت فرصة أولا بش نعبره كلنا على التزام كل مهني الصحة بالدعم المشروط لسياسة الدولة في مواجهة هذا وباء الكورونا وكانت فرصة أيضا لعرض بعض المشاغل أولا حماية المهنيين الصحة وتقديم كل وسائل حماية لهم في ممارستهم لعملهم تحدثنا أيضا على بعض النقاط القانونية في ممارساتهم تحدثنا أيضا على تيسير التنقل للمهني الصحة لممارسة مهامهم انعقد مساء أمس بدار الظيافة بقرطاج مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة لياس الفخفاقة حيث نظر في تطورات الخطة الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجدة والحد من انتشار هذا الوباء في البلاد وصادق على جملة من مشاريع القوانين استمع مجلس الوزراء إلى بيانات استمع مجلس الوزراء إلى بيانات من وزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والموالد المائية والشؤون الاجتماعية حول تطورات الأوضاع وخطة العمل للحد من التداعيات السلبية للوضع على سير مختلف القطاعات وضمان الأمن والسير العادي للمرافق الحيوية وتفعيل القرارات التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة كما نظر المجلس في خطة تفعيل اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية وشدد المجلس على الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة الأعوان والإطارات العاملة في الميدان من جهة ومضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها من جهة أخرى كما تعرض المجلس إلى تنظيم عملية الحجر الصحي الذاتي خاصة بالنسبة إلى العائدين من الخارج ضمانا لسلامتهم وتفاديا لأي انتشار للفيروس وبعد تداول صدق المجلس على إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار ملسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل السبعين من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالته وإحالة مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة مع البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية ومشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية ودحتيث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هيكلها برئاسة الحكومة ومشروع الأمر الحكومي المتعلق بأحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهيكل الراجعة لها بالنظر مثلاً لوقوف على دور وزارة الشؤون الخارجية في هذه الفترة الصعبة والدقيقة من أجل تحقيق الأولويات الوطنية خاصة في مجال حجر الدعم المالي لتونس وتوفير المعونات الصحية لمجابهة فيروس كورونا أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الشؤون الخارجية نور الدين الري اليوم وطلع رئيس الدولة على الجهود التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية مع بقية الهيكل من أجل استكمال عودة تونسين غير المقيمين العالقين في عدة أماكن في العالم مزدياً تعليماته ببذل قصار الجهد لاستكمال عمليات الإجلاء بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة مع الحرص على إلزام العائدين بالحجر الصحي فور وصولهم إلى تونس ما تناول اللقاء يعني كيفية تفعيل أدوارنا على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة كيفية تفعيل التضامن الدولي من خلال المبادرة التي يطلقها السيد الرئيس المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة إلى تفعيل التضامن الدولي لمجبهة هذه الجائحة التي في الحقيقة تدعياتها تتجاوز قدرات الدولة وأي دولة في العالم وتناغما مع موجبات توفير الحد الأدنى من الخدمات خلال فترة الحظر الصحي الشامل أصدر صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغا ضمنه جملة من التوصيات والإجراءات وجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نداء إلى كافة منظوريه من مؤجرين وعمل غير أجراء للالتزام داخل الفضاءات راجع إليه بالنظر بالإجراءات الوقائية ومسافة الأمان تفديا لعدوى محتملة من فيروس كورونا وأكدت المديرة العامة المساعدة للصندوق ليلة نعيجة أن الحالات المستعجلة والمتأكدة ودون مرافقة باستثناء الأطفال وحدها معنية بالتحول إلى مسحات الصندوق تفاديا لكل أشكال الاكتظاث وهذا لن يحول دون استمرارية بقية الخدمات نضمن الاجتماعيين الذين يتنقلوا لأنهم يأخذوا الدواء نحن أخذنا إجراء لأنهم نجدوا لهم الأدوية التي يأخذوها بصفة آلية معناها من غير ما يتعدى بالكونسلتاشون عند الطبيب يجيبوا هما هذوما ناس كبار ناس مسنين نحن خايفين عليهم نحبهم يقعدوا في ديارهم ويبعثوا واحد من أقربهم يجيب الوصفة القديمة اللي فيها المستنس يأخذ بها الدواء وهذي يتقدم بها يأخذ الدواء هو كان يأخذ في شهر مش نعطيهم شهرين وثلاثة وكذلك بالنسبة للأدوية الخصوصية نعلم المضموني الاجتماعيين يتواصل إصداء الخدمة هذه بنسق عادي وكذلك بالنسبة لسانتر ديموتياليز مراكز تصفية الدم راهو المرضى اللي يدويه في مراكز بتاع الصندوق كيف كيف نأمنونهم الخدمات بصفة متواصلة ومنتظمة وبينت المديرة العامة المساعدة للصندوق أنه بالنسبة لبقية الإجريات على مستوى المكاتب الجهوية فقد تم تمديد الأجال لأصحاب الجيريات من تخطط أعمارهم الخمسة والخمسين سنة المعنيين بتوفير وثائق دورية ويتم صرف جرايتهم عبر البريد أو التحويل البنكي ولا موجب لتنقلهم وكذلك بالنسبة للمتحصلين على منافع عائلية وأجر وحيد ستصرف لهم الحوالات دون تقديم وثائق دورية في الوقت الراهد فيما خص الاشتراكات المتعظمين الاجتماعي نحب نذكر كافة المؤجرين والعمل الغير والأجراء اللي راهو الثلاثية الأولى لسنة 2020 مستوجبة كالمعتاد بداية من 1 أبريل 2020 ونظر بالإجراءات الحكومية اللي تم اتخاذها تخص الثلاثية الثانية لسنة 2020 اللي هي مستوجبة في جويلية عادة حسب القانون في جويلية 2020 هي اللي وقع تأجيلها بثلاثة أشهر ويقع وتولي خلاصها في أكتوبر 2020 ونداة للمؤجرين والعمل غير الأجراء بيش يتوجهوا عبر فما عنا أنسي تواب نجم المؤجرين ينخرطوا على منظومة التصريح عن بعد ونجم يخلصوا عن بعد وكذلك العمل غير الأجراء يدخلوا على سيتواب بتاع سينة سيز فما فضى العامل غير الأجير ويدعو صندوق الوطني لذمان الاشتماعي كافة منظوريه للتواصل عبر البريد الإلكتروني من داري ألت سينة سيز بوانتيان ويذكر بضرورة التقايد بكل الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الجميع حملات ونظافة وعمليات تعقيم شهدتها شركة فوسفات قفصة كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع ضمان استمرارية الإنتاج وسلامة العاملين بالشركة إجراءات وقائية وتدابير استثنائية اتخذتها لإدارة العامة لشركة فوسفات قفصة لضمان الحد الضروري لتواصل نشاط الشركة سلب المقاطع والمغاسل بكافة أقاليم الإنتاج بمدن الحوض المنجمي توقيا من انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم عبر حملات نظافة وتعقيم شملت أماكن العمل ووسائل النقل الخاصة بالشركة رواقيا لهذا المرض هو تعقيم جميع وسائل النقل ومقارات العمل وآليات الإنتاج تم اقتناء أدوات التعقيم كذلك معناها للجال ديزينفكتون لماسك يعني كل ما هو في سبيل الوقاية من فيروس كورونا الموسم تناهي تلاتراف يعني العملية تقوم بمراحل حسب مراحل وكل يوم نعقب منطقة ورغم التقليس في فرق العمل الموزع لمختلف وحدات الإنتاج في حدود الخمسين بالمئة من الأعوان استنادا إلى إجراءات الحظر الصحية الشامل فقد بلغ حجم إنتاج شركة فوسفات جفصة خلال الثلاث أشهر الأولى من هذه السنة مليون ومئة ألف طن أي بنسبة إنتاج فقط الخمس وسبعين بالمئة خاصة بإقليمي المضيلة والمتلوي تقريبا معناها نعمل تقريبا ستين سبعين بالمئة من الإنتاج نعمل خطر كما قلت لك حسب الظروف وحسب العمل تصنيف شركة فوسفات جفصة ضمن القطاعات المشمولة بمواصلة نشاطها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا حمل الأعوان والقائمون على هذه المنشأة الاقتصادية الحيوية مسؤولية أخرى لضمان نسق إنتاج عادي والتزام يومي مع المجمع الكيميائي التونسي ومع حرفائها بالخارج أجرى رئيس الجمهورية قيس السعيد اليوم كلامة هاتفية مع الرئيس الموريطاني محمد ولد الغزواني تناول الوضع العام في البلدين وفي العالم كله وتم تأكيد على أن المقاربة التي ينبغي اعتمادها لمقاومة فيروس كورونا يمكن أن تكون إقليمية في مرحلة أولى على أن تصبح عالمية لأن الأمم يجب أن تكون متحدة في مواجهة هذا الوباء العالمي وعبر الرئيس الموريطاني عن استعداده لدعم المبادرة التونسية في مجلس الأمن الدولي ووجه الرئيس الموريطاني دعوة للرئيس قيس السعيد لزيارة موريطانيا كما وجه رئيس الجمهورية دعوة للرئيس الموريطاني لأداء زيارة لتونس متى تسنى ذلك كما أجرى رئيس الجمهورية قيس السعيد اليوم كلامة هاتفية مع ملك المغرب محمد السادس تناولت المحادثة الأوضاع الصحية في كل من البلدين الشقيقين وقد تم تأكيد على همية تعزيز التعاون والاستفادة من تجربة كل بلد في مواجهته لفيروس كورونا كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة وأشار بالمناسبة إلى مبادرة تونس الرامية إلى الدفع نحو اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن الدولي لمعالجة الوضع الصحي النجم عن تفشي هذا الوباء في مختلف بلدان العالم من ناجهته أكد الملك محمد السادس على أن تكون المقاربة أيضا مقاربة إقليمية إلى جانب مقاربة الوضع على المستوى العالمية كما أجرى رئيس الجمهورية قيس السعيد اليوم مكلمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تناولت الوضع الصحي في البلدين وتعاون المستمر بينهما فضلا عن الوضع الإقليمي الذي تعرفه المنطقة وأعرب السراج وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية عن استعداد ليبيا لوضع كل إمكانياتها على ذمة الشعب التونسي كما عبر رئيس الجمهورية من جانبه عن استعداد تونس الدأم لدعم الشعب الليبي الشقيقة وبخصوص انتشار فيروس كورونا في العالم حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى بؤرة لتفشي الفيروس نتيجة التسارع الكبير في حالات الإصابة في الأثناء أعربت الأمم المتحدة باسم المنظمة عن أملها في وجود بارقة أمل في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفاية غير وجه العالم وترك مدنا مهجورة هذا الوباء القاتل الذي اشتاح العالم بأكمله وأصبحت الأماكن التي كانت تعج بصخب الحياة اليومية وضجيجها يسودها صمت الفراغ بلدان العالم اليوم همكة في اكتشاف لقاح لهذا الفيروس وتتسارع من أجل الظفر بلقب المنقذ منظمة الصحة العالمية من جهتها حذرت من تسارع انتشار وباء كورونا بعد تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل ووصلت الإصابات المؤكدة إلى 100 ألف حالة بعد 67 يوما من تسجيل أول إصابة في ديسمبر كما تقول منظمة الصحة العالمية ان هناك تسارعا كبيرا جدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي حيث ارتفع عدد المصابين فيها إلى 46 ألفا وعدد الوفيات إلى 582 شخصا أما في فرنسا ووسط تجديد إجراءات الحجر المنزلي فقد دخل قانون الطوراء الصحية حيث التنفيذ اليوم بعد أن تم إقراره الأحد في البرلمان في الأثناء ارتفعت حصيلة الوفيات في هذا البلد إلى 860 بعد أن توفي 186 شخصا في غضون 24 ساعة الماضية حسب وزير الصحة الفرنسي إيطاليا المتضررة من تشار هذا الوباء القاتل من حيث عدد الوفيات قالت بشأنها منظمة الصحة العالمية إنها تشهد بصيص أمل بعد تراجع عدد الوفيات والإصابات إلا أن هذا البلد لا يزال يمثل بؤرة تفشي الوباء في أوروبا وثاني بؤرة في العالم بعد الصين حسب المحللين والأرقام وفي إسبانيا توفي 514 شخصا بين الأثنين والثلاثة بعد إصابتهم بفيروس كورونا وأفادت وزيرة الصحة الإسبانية بأن حصيلة الوفيات في ثاني بلد أوروبي تضرر بالجائحة بعد إيطاليا وصل إلى 2696 شخصا حتى اليوم وبعيدا عن أوروبا لتقودنا رحلة تساع بورة الوباء إلى إيران حيث أعلن مسؤولون إيرانيون أن 122 شخصا توفوا في الساعات الأربع وعشرين الماضية لترتفع الحصيلة الرسمية إلى 1934 تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه الدول العربية جهودها للسيطرة على هذا الفيروس منها الأردن ومصر التي فرضت حظرة جوال ليلي كذلك سوريا فيما سجلت السعودية أول وفاة جراء الإصابة بالوباء وفي ظل تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم ذكر صندوق النقد الدولي أنه تلقى طلب مساعدة مالية من حوالي 80 دولة بينها عشر دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأكد ممثل صندوق في المنطقة أن العراق واليمن والسودان هي أكثر بلدان المنطقة هشاشة في مواجهة خطر فيروس كورونا جراء الحروب أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن حوالي 80 بلدا عبر العالم يطلب مساعدة الصندوق الذي يعمل حاليا على تجديد موارده واستخدام طاقاته الاقتراضية البالغة وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهات أزعور في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية إن نحو عشر دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طلبت دعما ماليا من الصندوق لمواجهة تبيعات فيروس كورونا على اقتصاداتها وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في المنطقة أن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق واليمن والسودان يأتي ذلك فيما تواجه قمة قادة مجموعة العشرين المنتظر عقدها الخميس المقبل عبر الهاتف تعقيدات نتيجة حرب الأسعار بين موسكو والرياض إثر انهيار اتفاق خفض الانتاج مع شركاء أوباك من جهة والتوتر بين واشنطن وبكين عقبت تبادل الاتهامات بشأن منشأ فيروس كورونا من جهة أخرى وكان وزراء مالية المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم اتفق أمس خلال مؤتمر مفصل عبر الهاتف على وضع خطة عمل للتعامل مع التبعات تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي إلى ركود قد يفجر أزمة اقتصادية أسوأ من أزمة عام 2009 مع توقعات أخرى بتعافي الاقتصاد العالمي بحلول العام القادم وفي أخبار الرياضة زمن الكورونا جلت لجنة الأولمبية الدولية في بلاغ اليوم موعد إقامة الألعاب الأولمبية التي كانت مقرر صيف المقبل في توكيو اليابانية إلى عام 2021 أي العام المقبل ونختم بهذا الخبر أعلن مدرب قلعة السرايا وقلعة سرايا التركي لكرة القدم فتيح تيريم إصابته بفيروس كورونا بعد أن أجرى فحوصا طبية كانت نتائجها إيجابية والتحق تيريم بقائمة الرياضين المصابين بفيروس كورونا من بينهم النجم الأرجنتيني بابلو ديبالا والإيطالي باولو مالديني والبلجيكي ماروين فيليني والفرنسي بليز متويدي لان إلى تذكير بالعنوي تسجيل 25 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجدة ليرتفع العدد الجملي إلى 114 حالة مؤكدة وفق وزارة الصحة متابعة إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا خاصة توفير المستلزمات الحياتية للمواطنين محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة وقوة الجيش الوطني تنتشر في كامل تراب الجمهورية وفي النشرة كان ضيفنا وزير الدفاع الوطنية وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز الوطنية نشد دياركم ونحن نعطيكم المعلومة بتوفيق للجميعين ترجمة نانسي قنقر